طالب عدد من شيوخ ووجهاء وشباب الأنبار القضاء العراقي بإعادة النظر بقرار حبس رئيس كتلة الاستقرار في مجلس المحافظة علي فرحان الدوليمي الأنبار تطالب الحكومة المحلية والسيد محمد الشياع السوداني والسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى والسادة المحترمين في بلدنا العراق باتخاذ قرار مسرع باتجاه دكتور علي فرحان الدوليمي من الرجال الذي ساهم في بناء محافظته وقدم الكثير من الخدمات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والثقافية والعلمية وزرع الكثير من الخيرات في محافظة الأنبار وساعد الفقراء والمحتاجين وكان باب مفتوح للجميع والذي نال لقب أفضل محافظ في العراق هل يقارن مع الفاسدين الآخرين؟